برنامجنا هلسي لايف متعودين ان احنا بناخد نصايح تهم البيت المصري كله ستات ورجالة والفترة الاخيرة بنهتم جدا ان احنا نهتم بصحتنا وندور على الصحة الافضل وحياة جديدة كلها صحة باذن الله كل الستات بقى تجمع معايا كده علشان هقولكو خبر في بداية الحلقة يفرق مع كل الستات طبعا كل واحدة ستة حابة تظهر تبقى جميلة حابة تظهر اصغر من سنها ليه في واحدة ستة تظهر اصغر من سنها وواحدة ممكن تظهر اكبر من سنها هل عمرك بيفرق معاك نفسيا كلنا عارفين ان في عمر موجود في البطاقة وفي عمر بيبقى ظاهر علينا وده اللي احنا دايما بنسعيله عملوا دراسات كتيرة جدا على ستات ولو ان اللايف ستايل ونظام الحياة ونوعية الاكل بتفرق جدا في شكل العمر اللي بيظهر علينا والدراسات دي اتعملت على اكتر من 300 سيدة لمدة 3 شهور ولقوا ان تغيير اللايف ستايل والاهتمام بالرياضة والريلاكسيشن والاسترخاء والنوم بالليل مدة ما تقلش عن 7 ساعات واكل صحي عبارة عن البرز بانواعها الفراولة التوت العنب البانجر الحاجات اللي فيها اللي بتحفز البكتيريا النفعة البروباياتيكس زي اللبن الرايب والزبادي الحبوب الكاملة شرب الميا اللي جسمي بيحتاجها البعد عن السكر والنيكوتين الكتير والكفايين الكتير وكل الحاجات الضرة اللي اهتمام بالاكلات اللي فيها مضادات اكسادة اللي بتحافز على الخلية من الشيخوخة كل ده لقوا بيفرق جدا في العمر وبيظهر الست اصغر من سنها الطبيعي من 6 ل 10 سنين يعني لايف ستايل ونظام الاكل بيفرق جدا جدا في العمر بتاع السيدة بيفرق مش اقل زي ما بقول من 6 سنين ل 10 سنين لو انت واحدة 6 شكلك بقى بيكبر ومتدايقة من الشيخوخة وعايزة تحافزي على نفسك من الشيخوخة وتصغاري 10 سنين زي ما قلنا اهتمني باللايف ستايل بالاكل الصحي اللي مليان مضادات اكسادة تحافزي على الخلية من الشيخوخة وان هي تموت لا دا احنا عايزين نطول من عمر الخلية بنوعية الاكلات اللي احنا شايفينها قدامنا والنوم فترة متقلش عن 7 ساعات بالليل وكمان ممارسة الرياضة وشرب المشروبات اللي بتحفز هرمون الميلاتونين يعني النوم باسترخاء ومن هنا هنقدر ان احنا نصغر من 6 ل 10 سنين ودي دراسات علمية على فكرة مش مجرد كلام